نتنياهو في مأزق كبير في الداخل الإسرائيلي فكرة أنه تم الإعلان رسمياً الجيش الإسرائيلي أنه فيه 200 و 2 أسير إسرائيلي وتم إبلاغ ذويهم وعائلتهم أن هم موجودين في غز انبارح بالليل شفنا مظاهرة أمام منزل نتنياهو والمظاهرات متواصلة الأيام الماضية ملف الأسرة ده لأنه دي الورقة الأهم أو الأقوى والتفاوضية في يد المقاومة بيودرها إزاي نتنياهو وفيه بعض الأقويل والأصوات بتقول أنه تأخير الدخول البري لترك مساحة أكبر للتفاوض للأسرة لأنه فيه كمان أسرة من جنسيات أخرى في دول بتضغط على إسرائيل يعني أسرة من أمريكا ومن دول أخرى مختلفة الملف ده بيودرس إزاي داخلياً وسياسياً كل المؤشرات تشيب أن هناك فعلاً جنسيات أخرى وأن هناك ضباط رفيع المستوى قيادات في جيش الاحتلال داخل الأسر الغزاوي أو الحمساوي أو فصال المقاومة الفكرة أن نتنياهو بيحاول يهمش هذه الورقة حتى لا تكون عنصر ضغط عليه حيث أنه لا يدفع سمن فادح إنما يدفع سمن بخص فيصدر للجميع بأنه غير مكترس لكن في جمال أحوال واضح أن المفاوضات عبر الوسطى قائمة وأن التفاوض شارس وأن في نفس الوقت الدخول البري غير آمن لو كان يستطيع بعمليات خاصة عمليات استخباراتية تخلص هؤلاء كان فعل إنما التأخير واضح أنه فيه أولاً مفاوضات فيه ضغوط خارجية وفيه ضغوط خارجية وأنه فيه مشاكل في الهجوم البري سيكون له كلفة وفطورة تتمثل في سقوط مزيد من الأسرة في انفجار وتدمير عدد آخر من الدبابات أمام عدسات الكاميرات فهذاك سيكون له مردود سلبي حتى في من يناصرهم نحن شفنا القاهرة حشدت في مؤتمر القاهرة للسلام أصوات بدأت تراجع نفسها شفنا موقف قويس جيد لليونان شفنا اختراق وأسبانيا شفنا اختراق للجبهة التي تحاول إسرائيل أن تحشدها ضدنا باقينا نختارقها باقينا نوصل لأرضية مشتركة باقينا نوصل مواقفنا بقوة أن خط أحمر موضوع ترحيل السكان ده غير مقبول أن يجب أن يكون فيه توازن فاسمعنا دلوقتي بايدن يقول حق تقرير المصير أنا طبعا مش عارف حق تقرير المصير يتعمل جوه المقابر يعني عليه أن يراجع ضميره وهيراجع مصالحه يعني هو يهدد مصالح الولايات المتحدة بسياساته المنحازة لاستمرار هذه المذابع أنت ضد المدنيين المدنيين الفلسطينيين سبع أضعاف المدنيين الإسرائيليين الذين سختوا وما عندهمش السلاح المسلح به جندي احتياط أو جندي احتياط طيب رفع حالة الطارق اللي حصلت في السجون ضد الأسرق الفلسطينيين إيه اللي بيحصل دلوقتي هناك المدنيين مثلا مقفولة عليهم ما لهمش حق التريط ما لهمش حق الشرب والأكل إيه اللي بيحصل مع المشكلة إسرائيل وكبوسة إن هذه جبهة صغيرة تحركت فهناك جبهة أخطر هي جبهة فلسطينيو 48 زي ما حركت أشارتي كده الأسرة في السجون لم تتحرك بالقدر الكافي ولو فيه صدام أكبر هتشتعل الأمور خارج السجن وداخله الأمر الآخر ضفة الغربية والأوت الشرقية لم تنفجر برضو بانفجار شام الكبوس بقى أن يكون حد عنده مينة عنده مواني عنده مطار زي حزب الله وينخرط في القتال فالأمور ستختلف وستكون هناك خسائر فادحة لدى الجانب الإسرائيلي ولدى أيضا الولايات المتحدة غير مستعدة لدفع هذه الفاتورة نيابة أحد من خمسين سنة دكتور بعد حرب أكتوبر وهزيمة إسرائيل إسرائيل شكلت لجنة شهيرة جدا هي لجنة درانات وأصدرت تقرير 1500 صفحة تقرير عن المساءلة والمحاسبة لكبار القادة في إسرائيل هل إحنا ممكن نشهد لجنة على غرار هذه اللجنة الفترة المقبلة وإزاي سيتم محاسبة من أفش أو من سمح بهذا الفشل الاستخباراتي والعسكري في إسرائيل يعني طبعا أنا طبعا ليه الشرف أنها سهمت في ترجمة الوسائق الخاصة بلجنة شمعون أجرنات القاضي وأعتقد أن على غرار هذه اللجنة سيكون هناك محاسبة خاصة وأن هناك من نبه من 2018 جنرال اسمه إسحاك بريك وقعد يقول وينبه ويدرب نواقيس الخطر ويشعل النباط الحمراء بدون جدوى تقول الجيش ما فيش جهوزية الجيش الاحتلال يقف الجيش اختيارات القيادات خطأ لسنا على استعداد للتعامل مع جبهته فهذه هي الأمور التي دفعت نتانياه مؤخرا لكي يقول له ما الذي كنت تقصده ولما أفكدور لبرمان عرضوا عليه وزارة الدفاع في ظل هذا الاضطراب وهذه الفوضى لأن في يوم وجدنا أن كل إسرائيل مطالبة أنها تنزل في الملاجئ وترح أنه هو انزل خاطئ فحاليا إسرائيل في حالة ارتباج لديها كثير من الأوراق المختلطة لديها ضغط غير عادي وغير مسبوك ولعل هذا الضغط و هذا الانفجار لا يدفع سمنه مزيد من المدنيين الفلسطينيين ترجمة نانسي قنقر